قام الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بزيارة لعدد من مصاب العمليات الحربية من الضباط وضباط الصف والجنود من أبطال القوات المسلحة الذين يغضعون للعلاك حاليا بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بكبر القبة وقد أصيبوا أثناء أدائهم لمهامهم في التصدي للإرهاب بشمال سيناء وذلك للإطمئنان على حالتهم الصحية وحرص رئيس الأركان على الإطمئنان على توفير سبر الرعاية الصحية للمصابين حيث أوصى بتوفير كافة الإمكانات الطبية والعلاجية الفائقة وسبل الدعم الكامل لهم بإشرف نخبة من الخبراء والأطباء المتخصصين لمتابعة الحالة الصحية لكافة الأبطال وأشهد الفريق أسامة عسكر بما قدموه من بطولات وتضحيات في التصدي للإرهاب معربا عن امتنانه بما لمسه من روح معنوية عالية لدى الأبطال من المصابين واستعدادهم الدائم للعمل والتضحية والعطاء ترجمة نانسي قنقر